السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طريجة الاوريو بالكريمة. بطريجة سهلة وجميلة. وبدون اي تكاليف. زي كده هتطلع معنا في النهاية. والموضوع سهل خالص. كل الموضوع شوية مية ساعة. وكباية كريم شنطية. نص كباية صغيرة لبن بدرة. وكباية سكر صغيرة. هيطلع معاكم الموضوع زي كده. احنا نزلنا ايه. بكباية مية ساعة. حطناها في الفريزل طبعا عشان تسجع شوية. ونزلنا عليها بكباية زيها. كريم شنطية. وكباية سكر صغيرة. ونص كباية اللبن. وهنحاول بجا بالمضرب. نضرب الخليط بتاعنا. حلو. لمدة خمس دقايق. هتلاجوا الموضوع جميل خالص. هتشوف احسن كريمة. زي كده. دي الكريمة بتاعتنا هي. انا بضرب فيها كل ما بضرب فيها كل ما بتتماسك وبتتجل اكتر. انا بوريكو بس على الوشة هو. الكريمة بتاعتنا تماسكت تهية. وعدت جميلة. خليكم معي للنهاية. هتشوفوا احسن كريمة بالبسكوت الوريو والبسكوت العادي والشوكولاتة. معينا طبعا بسكوت اريو وبسكوت عادي. هنحطوا في الصحان بتاعنا. نحاول ننعمه. دي البسكوت بتاعنا هو. ودي الصحان او ممكن الكب عادي تحطوه فيها زي كده. والنعمه بالطريقة دي عشان خاطر يتماسك مع الكريم شنطيه. ويحاول يشربه من بعض ويطلع الطعم الازيز في النهاية. ودي البسكوت العادي هو. هنحاول بجا معانا علب بلاس تكملية بتاعت الحلويات العادية او كبايات. احنا هنعمل شوية كده بالقريو وشوية بالعادة. هنعكس من فوق ومن تحت. ممكن تحطو بكيس حلويات بكيس عادي. ممكن تحطو بالمعلقة. انا هعمل معاكم بكزا طريقة هو. بالمعلقة هي. الموضوع سائل خلص طلط ما الكريمة بتاعتكم. متماسكة. هتعملوها بمعلقة هتعملوها بكيس هتعملوها بايو حاجة يبجأ الموضوع جميل. ومش في ايو صعوبة. دي طبعا البسكوت بتاعنا هو فوق. وحطينا منه بسكوت في النص بين الكريمة. والبسكوت العادي تحت. وعملنا من اللي هي الكيكا اللي هي النايت العادية برضو. جبنا منها وكسرناها نصين زي كده وحطناها تحت. ونزلنا عليها بالبسكوت العادي. وبعد كده نزلنا بالكريمة بتاعتنا. اللي احنا عملناها زي كده تاني. وهننزل عليها برضو بطبقة من فوق. من البسكوت القريو. ودي كله طبعا بعد نص ساعة. ما تخلصوه وتحطوه في التلاجة نص ساعة. هتلاجوا الموضوع دي جميل معكم. والطعم الازيز خالص. ادي تضعها من تحتها هو. ودي البسكوت في جنب العلبة. والبسكوت التاني زي ما انتم شايفين كده فوق. وطبعا معنا شوكولاتة مكعبات زي كده. بنحاول ننزل بها برضو. ممكن تحطها في النص ممكن تحطها فوق زي ما انتم حابين. والموضوع كله مش هياخد منكم اكتر من خمس دقايق. هو كل الموضوع بس طريقة عمل الكريمة. هي الخمس دقايق بتاعت الكريمة. والباقي كله. المكونات حطها حطها في العلب. ومش فاقي صعوبة طبعا. وطبعا الاطفال ببجي يحبوا الاس كريم. بس طبعا احنا مش هنجيبها اس كريم في الشتاء عشان الاطفال مش يتعبوا. فدي البديل بتاع الاس كريم اللي هو الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها مع البسكوتو الاريو. وهيطلع الطعم جميل بقاكم برضو. اه دي العلبة بتاعتنا هي هننزل على وشها برضو بالبسكوت العادي. دي ضهرها هو. والطعم هيطلع جميل معكم برضو. وكبار وصغار هيحبوه. واللي هيعمله مرة هيعمله تاني. ودي بعد النص ساعة اللي احنا حطناها في التلاجة. شايفين الكريمة عاملة ازاي. تماسكت هي مع البسكوت. ودي البسكوت بتاعنا هو اللي هو الابيض والاريو والشوكولاتة. وانا جال بالعلبة ايه زي ما انتم شايفين. بقالفة هنا وشيفها للجميع. وما تنسوش لايك وشير واشتراك بالقناة عشان يوصلكم كل جديد. ياري تدعمونا.